جالنت يقول إن إسرائيل لا تريد حرباً ويهددوا بإعادة لبنان للعصر الحجري قلق إقليمي ودولي متزايد من التوتر المتصاعد على الجبهة اللبنانية وإسرائيل وحزب الله يواصلان تبادل القصف عبر الحدود مع ارتفاع منسوب التوتر على الجبهة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة وتزايد المخاوف والقلق من اتساع التصعيد إلى حرب شاملة عادت إسرائيل لتخير لبنان بين الحرب والسلام وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالنت وخيف في ختام زيارته لواشنطن قال إن إسرائيل لا تريد حرباً مع حزب الله لكنها مستعدة لكافة السيناريوهات جالنت أشار إلى أن حزب الله يدرك جيداً قدرة إسرائيل على إلحاق أدراج جسيمة بلبنان إذا اندلعت الحرب وإعادته إلى العصر الحجري مشيراً إلى أن تل أبيب لا تريد أن تفعل ذلك على حد قوله جالنت أوضح أن إسرائيل لا تستطيع القبول بوجود تشكلات عسكرية لحزب الله على حدودها وبالأمس قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن يؤف جالنت ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن في واشنطن ضرورة تغيير الوضع الأمني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية واشدد جالنت على أن حرب إسرائيل هي فقط مع حزب الله وحمس نحن ملتزمون بإعادة المحتجزين دون استثناء ونلتزم أيضاً بالدفاع عن شعبنا يجب أن تعلموا أن حربنا ليست مع سكان غزة ولا مع شعب لبنان حربنا هي ضد حماس وضد حزب الله وداعميهم النظام الإيراني نحن ملتزمون وأنا ملتزم شخصياً بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة نحن لا نقتل إلا من يسعى لإذائنا على مسار الحل الدبلوماسي أفدت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب مستعدة لمحاولة إضافية للتوصل إلى تسوية على الحدود مع لبنان في المقابل صحيفة ووت سريت جرونل نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن جهود إدارة بايدن للحد من تفاقم الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله تواجه صعوبات مرتبطة بتعقدات ترتيب وقف اطلاق النار في غزة أضفت الصحيفة أن البيت الأبيض يصر على أن وقف التصعيد على طول الحدود الشمالية لإسرائيل لا يمكن أن يكون مشروطا بوقف بعيد المنال لإطلاق النار في غزة أما على المسار الموازي فتقول إسرائيل أنها متأهبة للحرب على جبهتها الشمالية مع لبنان ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن قيادة المنطقة الشمالية تواصل الاستعداد والتدريب على السيناريوهات في تلك الجبهة وبحسب الجيش فقد أجرت قوات الكتيبة الثانية عشرة التابعة للواء جولاني تدريبات على مناطق وعيرة والتعامل مع تهديدات مختلفة بالتعاون مع قوات المشات والمدرعات والمدفعية ولكن واشنطن حذرت إسرائيل حسب صحيفتها أراتس من أن التدريبات المحدودة تلك في جنوب لبنان قد تؤدي أيضا إلى حرب مع حزب الله وإيران وفي ظل الأجواء المحتقنة بين إسرائيل وحزب الله وإي غياب أي أفق للتهديئة رغم الجهود والمساعي المستمرة من هنا وهناك تسيطر مشاعر الخوف والقلق إقليميا ودوليا وتبادر العديد من الدول إلى دعوة رعاياها لمغادرة لبنان أو على الأقل تجنب التوجه إليه آخر هذه النداءات خرج من الولايات المتحدة حيث حذرت فرتها في بيروت مواطنيها من السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمن الخطير مشيرة إلى أن البيئة الأمنية تبقى معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة كما أوضحت السفارة في بيان أن الحكومة اللبنانية لا تستطيع ضمان حماية المواطنين الأمريكيين في حال اندلاع أعمال عنف أو صراع مسلح بشكل مفاجئ كما حثت المواطنين الأمريكيين في لبنان على عدم التوجه إلى جنوب البلاد أو المنطقة الحدودية اللبنانية السورية أو مخيمات اللاجئين قبل ساعات فقط حذر منصق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتين جريفث من أن حربا ينخرط فيها لبنان ستتسبب في جر سوريا وآخرين محذرا من أن ذلك يمكن أن يكون مروعا أعتقد أنها نقطة الاشتعال وراء كل بؤر التوتر في جنوب لبنان على وجه الخصوص أنظروا أنا أتحدث مع المسؤولين في القدس وبيروت حول احتمالات ما قد يحدث هناك إنه أمر يتجاوز التوقعات ومن المحتمل أن يكون الأمر مروعا أما في الميدان فلا جديد يذكر غير التصعيد المستمر على جانبي الحدود اللبنانية مرسلنا أفاد بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة عيتارون الحدودية جنوب لبنان فيما أكدت مصادر لبنانية خرق الطيران الإسرائيلي لجدار الصوت على دفعتين في أجواء جنوب البلاد وصولا إلى النبطية والصيدة والصور وضواحيها من جانبه أعلن حزب الله استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع الناقورة ووسط هذه الأجواء أفادت صحيفة فينانشل تايمز بأن تحليلا للصور الفضائية وبيانات الرادار والمقابلات أظهرت أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان دمرت شريطا من الأرض بعرض خمسة كيلومترات شمال الخط الأزرق وجعلته غير قابل وصالح للسكن صحيفة قالت أن إسرائيل تعمل على خلق منطقة ميتة في لبنان مشيرة إلى أن الأضرار الهيكلية والاقتصادية والبيئية الجسيمة التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية جعلت هذا الشريط من الأرض شبيها بالمنطقة العازلة التي تسعى إسرائيل لإقامتها في لبنان الحكومة اللبنانية من جانبها تواصل مسعيها لتجنب الحرب القادمة في الجنوب فوزير خارجية تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب يجري مباحثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي في بريكسل قبل أن يتوجه إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمريكيين ومناقشة سبل احتواء التصعيد مع إسرائيل من بيروت ينضم إلينا الكاتب والبحث السياسي يوسف دياب أستاذ يوسف أهلا وسهلا بك دائما معنا على سكانيوز عربية بين كل هذه المساعي الدبلوماسية والنداءات والتحذيرات يبقى الوضع في الجبهة الجنوبية للبنان على حاله ودائما نبدأ تقريبا بنفس السؤال هل تنجح هذه المساعي بالتوصل إلى اتفاق بما أنه هناك قناعة أن حزب الله لا يريد حرب واسعة والجانب الإسرائيلي أقله في الأيام الماضية لا يزال يتحدث عن حلول سياسية وأيضا أي خيار للاتفاق لتغيير الواقع الأمني وسمعناها أخيرا من غالنت في زيارته لواشنطن بالإضافة طبعا إلى العصر الحجري وهي دائما ما نسمعه من قبل تهديدات من المسؤولين الإسرائيليين للبنان مساء الخير لك والمشاهدين طبعا يعني الطرفان لا يريد أن الذهاب إلى حرب نعم هذا صحيح ولكن لا حزب الله بوارد الردوخ للشروط والمطالب الإسرائيلية عبر انسحابه من منطقة جنوب الليطاني وخلق منطقة عازلة ولا إسرائيل بوارد الذهاب نحو ترتيبات سياسية وأمنية تبقي حزب الله متواجدا على جانب الخط الأزرق ويهدد الأمن للمستوطنات الشمالية وبالتالي نحن أمام معادلة صعبة وخطيرة للغاية تجعل من الحلول السياسية مجرد محاولات لا أكثر ولا أقل نحن نعرف اليوم بأن الأمريكيين وحتى الأوروبيين والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يحذر من أن تنزلق الأمور نحو حرب ومواجهة شاملة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية لكن للأسف لا أحد يملك قوة الضغط على حكومة إسرائيل حتى لا تدفع باتجاه إشعال هذه الجبهة أيضا اليوم على المقلب الآخر حزب الله الذي دخل أو وضع أو جعل من جنوب لبنان منطقة إسناد لغزة لا يزال حتى الآن عند شروطه بأنه لن يقبل بأي عملية لوقف إطلاق النار قبل أن تتوقف الحرب على غزة ورفح وبالتالي لا الإسرائيل اليوم بوارد تنفيذ شروط حزب الله ولا حزب الله أيضا بوارد الخضوع إلى الضغوط الغربية التي هي بكل الأحوال هي شروط إسرائيلية وبالتالي نحن أمام استحالتين أو بعادلة صعبة يستحيل على الطرفين أن يقبل بها وهذا ما يرجع إلى حد كبير أن تنفجر الجبهة اللبنانية الإسرائيلية إلى حرب واسعة نعرف كيف تبدأ لكن لا أحد يعرف كيف تنتهي ومتى تنتهي ولكن أستاذ يوسف هذه المعادلة الصعبة حتى لو لا يمكن مقارنتها بما جرى عام 2006 ولكن عام 2006 كان هناك اتفاق بنهاية المطاف 17-01 واليوم حزب الله يعلم وإسرائيل تعلم وأيضا هذا ما يحكى ومنطقي أنه بعد كل حرب هناك اتفاق تب لما اليوم الزهاب بهذه المخاطرة بما أنه حتى الموضوع في غزة اليوم يعني بعيد ربما عن أي حل يمكن أن يؤدي إلى هدنة تنسحب إلى الجبهة الجنوبية وبالتالي يعني ألا يمكن اغتنام مثل هذه الفرص لأن المعادلة التي فرضها حزب الله والفيديوهات والمسيرات أصبحت واضحة أيضا لدى الجانب الإسرائيلي طبعا كارولينا ما تفضلت به هو حقيقة قائمة اليوم يعني طبعا إسرائيل لديها قوة تدميرية هائلة وما تتوعد به هو حقيقة بأنها قادرة على أن تدمر لبنان وتعيده إلى العصر الحجري لا أحد يعني يتنكر لقوة إسرائيل وتفوقها الجوي ويعني الكم الهائل من التفوق العسكري الموجود لديها لكن أيضا الحكومة الإسرائيلية وحتى الأمريكيين وحلفاء إسرائيلي يعرفون تماما بأن هذه الحرب إذا وقعت ستكون هناك أثمان كبيرة ستدفعها إسرائيل هذه المرة لا أحد ينكر وحتى الإسرائيلي يعترف عندما تحدث وزير إسرائيلي قبل أيام عندما قال علينا أن نتحضر إلى تحضير مقابر جماعية إذا ما أندلعت الحرب هذا يعرف الإسرائيل يتهيب صعوبة الموقف لكن نحن ما نقوله بأن وكما تفضلت بأن الحرب إذا ما وقعت لابد أن تصل إلى قرار سياسي يوقفه على غرار القرار 1701 الذي صدر في العام 2006 لكن اليوم حزب الله يعتقد بأنه إذا وقعت الحرب يمكن أن تكون شروط التسوية لصالحه بالمقابل أيضا إسرائيل تعتقد أن إذا وقعت هذه الحرب يمكن أن توجه ضربة قاسمة لحزب الله وتجعل من حزب الله الحلق الأضعف وربما تكون شروط التسوية تناسب إسرائيل لكن باعتقادي وهذا ما يخشاه الأمريكي ويخشاه دول الغرب بأن الحرب إذا ما اندلعت لن تتوقف على فقط حزب الله ستكون هناك جبهات أخرى باعتبار أن الكل يعرف أن لبنان هو ساحة من ساحات محور الممانعة وعندما تشتعل هذه الحرب ستتحول إلى ساحات أخرى وسيدخل أكثر من قوة وأكثر من عنصر على هذه الحرب وعندها سنكون أمام معادلة مختلفة وأعتقد أن هذا ما يراهن عليه حزب الله من خلف حزب الله إيران بمعنى أنه إذا اشتعلت الحرب على مستوى واسع أعتقد أن هذا المحور سيكون لديه ما يفرضه على طاولة المفاوضات في مرحلة التسوية أي طاولة مفاوضات أستاذ يوسف إذا كنا أمام هذا السيناريو ماذا سيبقى من لبنان خاصة يعني إذا ما وضعنا جانبا كل التهديدات الإسرائيلية في حال كنا أمام دخول مزيد من الفصائل إن كان من سوريا إن كان من العراق أو حتى دخول إيران على خط هذه المواجهة عن أي تسوية يتحدث حزب الله اليوم وعن أي لبنان يتبقى في حال فعليا عاد ليكون مسرحا ومنطلقا لمثل هذه الحروب التي يمكن أن تدوم سنوات نعم هذا هو السؤال الجوهري والمحوري فعلا اليوم للأسف حزب الله يقارع إسرائيل ويقاتل إسرائيل لكن من يمسك بورقة الحل والتفاوض هو إيران ولا أعتقد اليوم أن إيران مهتمة إلى نتائج الحرب والكوارث التي يمكن أن تترتب على هذه الحرب ما يهمها هو النتائج التي ستخلص إليها هل تكون قوة فاعلة على طاول التفاوض مع الأمريكي ومع الإسرائيلي في المرحلة المقبلة أم تأتي إذا هذه المفاوضات من موقع الضعف هذا هو السؤال الجوهري لكن اليوم الإيراني إذا كان يعتقد بأنه سيحقق مكاسب من هذه الحرب وإذا كان الإسرائيلي أيضا يعتقد أنه سيكون هو صاحب الكلمة العليا أو اليد العليا إذا ما وقعت هذه الحرب أعتقد أن مجريات الحرب هو الذي سيتحكم بمسار التفاوض والنقاش ليس فقط على مستوى إيران أو إسرائيل بل على مستوى العالم ككل اليوم نحن إذا ما دخلت هذه الحرب لا سمع الله أعتقد أننا سنكون أمام حرب واسعة ربما تكون حرب إقليمية اليوم حزب الله يمثل الذراع أو الجيش العسكري الأقوى لإيران خارج الأراضي الإيرانية إذا ما كان هناك تهديد حقيقي لحزب الله ولوجود حزب الله ولديمومة حزب الله أعتقد أن إيران لن تتردد بأن تكون شريكة في هذه الحرب إذا ما وقعت ودخلت إيران بالفعل في هذه الحرب أعتقد أن الحسابات كلها ستتغير ليس فقط لصارح إيران أنا لا أقول لصارح إيران أيضا ربما تكون لصارح إسرائيل لأننا سنكون أمام حرب لن يكون الأمريكي على الحياد فيها ولن يكون الفرنسي والبريطاني وغيرها نتذكر كارولينا عندما وجهت إيران ضربة إلى إسرائيل ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق بأن دول كثيرا منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وقفا في المواجهة لهذه الصواريخ والطائرات وأسقاط معظمها واليوم نحن نعرف أن هناك تباين كبيرا ما بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي من هذه الحرب لكن عندما تقع هذه الحرب تتغير الحسابات لدى الإدارة الأمريكية وستكون مضطرة للدفاع عن الإسرائيل وللوقوف إلى جانب إسرائيل لأنها لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تخرج إسرائيل منكسرة في هذه الحرب وأن يتحدد على أن القوم الإسرائيلي هذا واضح ولكن مسؤولين إسرائيليين أيضا أمريكيين قالوا بأنه ربما لن تكون التدخلات على الأرض إنما سيكون هناك مساعدة وإمدادات عسكرية استخباراتية وإلى ما هناك ولكن هل يمكن اليوم أن يكون لبنان الرسمي كما هو الحال يعني وزير الخارجية في واشنطن يقوم جولة أيضا في بريكسيل وبعدها في واشنطن وهل يمكن أن نكون فعليا أمام هذا الدور للبنان الرسمي أمام مثل هذه المخاطر يعني من جهة مراهنة على أن تتدخل إيران وهذا مستبعد جدا لأن البعض يقول بأنه لما لم تتدخل لنصرة غزة بعدما دمر 80% من القطاع وبعدما تم قتل أكثر من 40 ألف فلسطيني لما لم تتدخل إيران وبالتالي حتى لو كان حزب الله اليوم درت وجوهرت السلاح أو السلاح الأقوى بالنسبة لإيران خارج حدودها هذا لا يعني أنها ستتدخل وبالتالي هل يمكن اليوم البقاء أمام هذا الرهان الذي يمكن فعليا أن يؤدي إلى ضمار لبنان أولا بما خص الدور الرسمي اللبناني أعتقد أنه دور يفتقد إلى الفاعلية بشكل كلي لسبب أساسي وواحد وهو هل تستطيع الدولة اللبنانية أن تفاوض اليوم نيابة عن حزب الله أعتقد أن السؤال المنطقي كلا حسابات حزب الله تختلف كليا عن حسابات الدولة اللبنانية الدولة هي مسؤولة عن شعب عن مؤسسات لها مصلحة بأن تبقى البنى التحتية حزب الله ما يهمه هو انتصاره في هذه الحرب أي أن تكون النتائج وكما حصل في العام 2006 نتذكر أن حرب 2006 دمرت البنى التحتية في لبنان لكن حزب الله انتصر عندما قال أعلن انتصاره وقال أنني أفشلت المشروع الإسرائيلي بالقضاء على المقاومة لكن قال أيضا لو كنت أعلم أمام التجربة الشبيهة تماما تماما نعم هو يعرف تماما هذه النتائج ويعرف الأثمان ويعرف المترتبات التي عليها لكن حزب الله لا يستطيع أن يخرج أمام اللبنانيين خصوصا أمام بيئته ويقول أنني هزمت في هذه المعركة ما يهم حزب الله أن يقول أنني أفشلت المشروع الإسرائيلي في القضاء على حزب الله على قوة المقاومة وعلى سلاح المقاومة وعلى دور المقاومة لذلك أنا بتقديري اليوم لنعود إلى السؤال التي تفضلت وقلت عن أن إيران ربما لا تتدخل إذا بالفعل جرت الحرب ضد حزب الله أعتقد أن حزابات القضاء على حزب الله تختلف إلى حد كبير عن غزة غزة لا شك أنها كانت قوة من القوات التي تمسك بها إيران أو من الأوراق التي تمسك بها إيران في المنطقة لكن عندما نتحدث عن حرب ربما تكون مدخل للقضاء على حزب الله هذا يعني حتمياً بدء النهاية أو بدء التراجع الكبير للنفوذ الإيراني على مستوى المنطقة وخصوصاً أن إيران اليوم هي أحد أهم الساحات التي تلعب فيها إيران بحكم أولاً وجودها على البحر المتوسط وثانياً أنها ملاصقة للحدود الإسرائيلية وبالتالي هي دائماً ما تشكل ورقة ضغط على إسرائيل لتقايد من خلالها الغرب هل اليوم تتخلى إيران عن هذه الورقة كي لا تدخل فيها الحرب أنا أستبعد إلى حد كبير لكن بتقديري أيضاً إيران لا تريد أن تنزلق الأمور إلى حرب تريد تسوية سياسية تخرج منها منتصرة هل يمكن لإسرائيل أن تمنح هذه الورقة أعتقد حتى الساعة أنها أشبه إلى المعجزة شكراً جزيلاً لك من بيروت الكاتب والبحث السياسي يوسف الدياب